وده اللي أنا عايز أقول لكل شاب وكل فتاق على رأيه محمد ساعة على رأيه النمبي لكل شاب وكل فتاق أنه الدراسة والشهادة مش شرط يكون بس الكلية يكون عندك في إيدك حاجة عشان ما تتحويكش عشان ما جيش النهاردة وأنا فنان والناس بتحبيني وشغلي قل شوية أقوم أنا عايز أعيش شغلك الفني يعني ها حقبل أي حاجة حقبل أي برنامج أطلع فيه مسخة أي حفلة أطلع فيها نصكم مش ده المفروض لأ خلي معك سلاحة وبعدين إحنا لو اشتغلنا مش جاي النهاردة قدي محاضرة لكن عايز أقوله أنا مش وار حياتي كل شغل يعني لما الإشعاعات دي طلعت والحاجات دي كان ممكن أنها تكسرك تقلص علي خالص يعني ليه مش هشتغل طب ما اشتغلش ما اشتغلش مش مشكلة أرزاق على الله اشتغلت أنا مهندس أنا قدر أعمل حاجات ودي ما قولت عثمان بي أحمد عثمان ليه أنا مهندس وعثمان أحمد عثمان وجاني فرحي وأنا يمكن يعني الصورة دي بعتزي بيها جدا ترجمة نانسي قنقر